بسم الاب والابن والروح الكدسة الاله الواحد امين اليوم التاسع والعشرون من شهر بقونا المبارك ورسالة ربنا النهاردة ليك على لسان بولس الرسول يقول لنا كده الغارس والصاقي هما واحد ولكن كل واحد سيأخذ اجرته بحسب تعبه وعلشان كده بينبه انه لا يمكن ابدا ان حد يضع اساس اخر غير للذي وضع لانه لا يستطيع احد ان يضع اساس اخر غير للذي وضع الذي هو يسوع المسيع كان احد يبني على هذا الاساس ذهبا فضة حجارة كريمة حطبا عشبا كشا فسيعلن عمله كل واحد لان اليوم سيظهره لانه بنار يستعلم وسيمتحن بالنار عمل كل واحد كما هو فمن بقي عمله ينال بناه ثابتا فسينأورنال اجرته اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم فمن ينجس هيكل الله فسيفسده الله لانه هيكل الله هو مقدس الذي هو انتم عشان كده خلي بالك انت هيكل ربنا انت عضو في جسد المسيح فربنا بنالك بناء داخلي مقدس اساس واضح اساس هو يسوع المسيع فالمفروض ان احنا بنبني عليه كل ما هو قيم كل ما هو جليل كل ما هو للبنيان كل ما هو طاهر علشان كده ده اللي بيبان يجي الانسان بقى لو اختار انه يبني على هذا الاساس امور عالمية فتساحترك علشان الامور العالمية فانية والامور الابدية هي باقية فيجي الانسان يبني بقى عبر عنها بولس الرسول بانه حطب وعشبا وقشا ولا بتبني دهب وفضة وحجارة كريمة ويجي النار بقى يجي الامتحان يجي التجربة يجي الاختبار يجي الاختيار كما بنار فاذا كان عندك الاختيارات والبناء سليم على اساس قوي فلن يحترق بنائك انسانك الداخلي قوي مبني على اساس قوي فبالتالي هنا انت محتاج انك انت تشوف ان كنت حيكل الله وروح الله ساكن فيك فتباك لانك بتقدس الله في زواتكم قدسوا الله في زواتكم انت مقدس في المسيح عشان كده المسيح يطلب عنك انه اجعلهم مقدسين في الحق فاذا كان هو يطلب قداستك فالا تقدس انت نفسك ايضا من اجل حياتك الابدية اي ان تخصص نفسك لله نحتاج ان نخصص انفسنا لله وحده وليس الاخر ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة ولإلهنا كل المجد والكرامة الى الابد امين 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 شكرا